طيب خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي اللي هي حكاية البطرة المصرية أماني ربيع اللي بدأت في موارسة رياضة القوة الباور ليفتنج تحديداً واللي بتشمل رفع أثقال وأوزان مختلفة وهي في سن كم بقى يا مصطفى؟ ربعة وخمسين سنة ربعة وخمسين سنة يا مصطفى يا جماعة بتصعبوها علينا والله طيب دلوقتي هي في سن 62 يعني يعني لا 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 كده كتير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فازت بأكتر من 90 ميدالية ذهبية في بطولات محلية ودولية خلينا نشوف بالصدفة بدأت المصرية أماني ربيع ممارسة رياضة القوة باور ليفتنج التي تشمل رفع أثقال وأوزان مختلفة وهي في سن الرابع والخمسين والآن وهي في الثانية والستين من عمرها تقول إنها فازت بأكثر من 90 ميدالية ذهبية في بطولات محلية ودولية ومن بين إنجازات أماني حصولها على عدة ميداليات ذهبية منهم 89 ميدالية ذهبية بالإضافة إلى ميداليتين ذهبيتين أخرين فازت بهم في بطولة محلية لرياضة القوة أقيمت في مدينة طنطة بمحافظة الغربية في يونيو الماضي وتتذكر أماني أول يوم دخلت في صالة ألعاب رياضية قبل حوالي ثماني سنوات وكيف أنها حاولت في لعبة رفع الأثقال وبدأت في ذلك الوقت بوزن كيلو جرامين لكنها ترفع الآن ما يصل إلى 210 كيلو جرامات أنا أول ما دخلت في بوزن كيلو جرامي أول ما دخلت بالنسبة أننا نلعب حاجة حديث أنا طبعا فرقت معي جدا 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 في الجسم، في الشكل، في الشيط على الجسم، في القوة فرقت معي في الأعصاب، في العدوء الأعصاب يعني ممكن أكون جمدة جدا لكن الأعصابي هادية لأن خلاص أنا بقدر أعمل كل حاجة فأنا دائما شايفة إن ست مفروض مفيش حاجة اسمها وقت الزمن رأى أو الزمن تغير أو الزمن أنا أول ما دخلت اللابة دي أنا كنت بشيل 2 كيلو 2 كيلو ده حاجة قد كده يعني حاجة صغيرة جدا دلوقتي أنا بشيل بيتين 210 في اللعبة الوحدة مفيش حاجة اسمها مستحيل اللي عايز يعمل حاجة بيعملها خروجي على إطار اللي أنت عايشة فيه إن أنا كبرت خلاص مش قدر أعمل حاجة بيش حاجة اسمها أنا كبرت أعملش حاجة في كل لعبة في السنة دي منافستين لعبة رافعة ديدليفت في اليوم الأولاني واليوم الثاني الحمد لله عملنا فول باور أخذت أول في الديدليفت وأول في فول باور الحمد لله فضل الله يعني نفسي طبعاً يعني أعمار سنة أصغر منها لأن بطولة السن المفتوح سن المفتوح يعني ما بتشاركش في المنصد أنا عايز أقول للمدام أماني ما شاء قد ماضي الوقت إمرأة واحد على مستوى العالم على مستوى التاريخ في عمرها ودي الظاهرة أنا عايز أقول لنا إن إحنا من مجدولة للتانية الحمد لله هي بتتقدم أو من سنة لسنة بنقدر نقصر أرقام ونعمل أرقام جديدة على مستوى عمرها فقط يعني مش عمرها الزمني بس لا ده هي بتتحدى بوزبول كده الأعمار السنية الأصغر بتعمل أرقام بتنفسهم بها بتكسبهم على المستوى المحلي على المستوى الدولي وتأمل أماني في أن تستمر في تحطيم الأرقام القياسية وممارسة شغفها بالرياضة